السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد اللي فيه غدي نقطار حاليكم هاد الكغاتان اللي كتجي لديدة بالزاف بالصبانخ والكفتا والبطاطا الحاجة اللي كتجي لديدة ورائعة غدي تعجبوا ليداتكم إلي عجبكم الفيديو ديرو جيم وبارتاج مع العائلة والأصدقاء وشكرا لكم ندوزو على بركة الله نتعرفو على الطريقة في مقلات ندير زيت الزيتون نضيف لها واحد الحبة كبيرة ديال البوارو ممكن تدير وجوج لأنها كتجي زوينة بساف ممكن تعودوا البوارو بحبة ديال البصلة البيضة أولا البصلة الخضارية اللي كتجي حتى هي لديدة في هاد الكغاتان من بعد كنضيف الصبانخ كمية ديال الصبانخ كتبقى اختيارية ممكن ان عد الوصفة تديروها بلا صبانخ ولكن انا كنصحكم انكم تديروها بالصبانخ لأنها كتجي لديدة بزاف وكيف ما كنعرفو القيمة الغدائية والفوائد الصحية ديال الصبانخ هكذا كتدخلوها لوليداتكم إلا كانوا ما كياكلوهاش لكم في شي وصفات خرين هكا كتدخلوها اليوم هكا في هاد الكغاتان ما كيحسوش بيها كتجي بنينة بساف هكذا يستفدوا منها من بعد ما كينزولينا الصبانخ كنضيفو كمية من الكفتة كنضيفو واحد الكيمية من الملح وكنتبلوها هكذا بالإبذار وكنضيفو كدالك واحد الكيمية من الفلفل الأحمر الحار ففيك الكتافي وغير بهات جوج مكونات هكذا بيش كنحتافو بدك المعطاق ديال الكفتة وغادي ندير هنا يلاصص بشامل يدرت فيه جوج معالق الكبار ديال الزبتة مع جوج معالق الكبار عامر المزيان من الدقيق كنديرهم على النار اللي تكون هادئة كان بقى نحرك مزيان حتى كينساجم لي الدقيق مع الزبتة ومن بعد كان نبدأ نضيف الحليب كنضيفو الحليب وكنبدو نحركو بسباتيل بايش هكذا ما كنلصقش لينا دقيق في فد الكاسرونة دروري ما كنحركو هكا بتحريكمو السامر بايش يجينا هكا لاصوس بايش جينا لاصوس ديالنا من ساجمة كنخدمو هكا بتطراب اليداوي بايش كيتحيدو منها نهاء كيتحيدو دك تكتولات ديال الدقيق مكي بقاوش كويرات كنضيفو الملح والإبزار خطلك غاتان كتجيل ديدا حتى تجربو ان شاء الله وردو عليا كنضيف القوزة هكا كنحكو واحد شوية ديال القوزة كتحتا واحد ننسمي زوينة في فلاصوس بشاميل كنخليعت غليعي كتطلع هكا الغليصة في كن هكا كنت حصلت على الاصوس اللي هي من ساجمة كتجيل ديدا بساف هنا عندي البطاطة اللي صلقتها قشورها مع شوية ديال الملحة من بعد قشرتها وقطعتها كدوائر والمولد هنتو بزبتة ورشيت عليه لشاب بلوغ وكنقاد فيه هديك البطاطة وكندير في الواسط كندير هده الكفتاء اللي مع مشحرة مع الصبانيخ كندير كمية كاملة كنحاولها كنوزعها باش كنغطيها بطبقة اخرى من البطاطة كيف مشو معي درس الطبقة الاولى ديال البطاطة زيت عليها طبقة من لاصوس بشاميل غادي نزيد دابا الفرماج او للجبن محكوك ديروا النوعية اللي متوفرة عندكم مكين حتى شي مشكيل تقدروا تديروا حتى الجبن ديال الصندويتش ركي يجي لديد حتى هو وقت نديروا في محكوك ديالك غادي كيجي بيهم لديد قادي نعاود نقاد طبقة الثانية ديال البطاطة مهم اننا نسلقوها بالملحبش كيجينا بنينة فتلقاتنا اراك انصخل الفررن على درجة الحرارة 180 ملفوقه من التحت سوف نغطيها بالكمية اللي بقت لنا ديال البشاميل بالنسبة اللاصس بشاميل هكا اللاجاتكم عاقبة نضيفوا الحليب وتلقوها سوفيك نغطيها هذيك البطاطة كاملة قبل كيمية اللي بقات لينا وكنديروا كيمية اخرى من الجبن وكندخلوها الفران نخليها تقريبا واحد من الساعة وهكا مني كنخرجها من الفران كنقدموها سخونة من طبيعة الحال كجيل دي دعم تمنى انكم تجربوها بصحتكم وراحتكم مسبقا الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة